اليوم هذا الدرس الثاني من دروس العدد في رمضان ونقصد بدروس العدد العدد المتعلق بموضوع أو مسألة 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري لكن نقدم الحقيقة بمقدمة لا علاقة لها بالعدد المقدمة هي كالتالي اليوم فيما مسألة الحرب في أوكرانيا بين أوكرانيا وروسيا أحب الحقيقة أن أبين مسألة مهمة أولا في الوقت الذي بدأت أمريكا تنكميش وتخرج من كثير من البلاد وتنكفئ على ذاتها ومشاكلها ستكبر لاحظنا أن روسيا بدت تحاول أن تملأ الفراغ هي والصين تملأ الفراغ مستغلة أن الولايات المتحدة تتراجع ولا يبعد أن أحيانا بين هذه الدول يكون نوع من التنسيق وتقسيم ما يسمى بالكعكة ولذلك وجدنا أن روسيا تتواجد في سوريا تتواجد في ليبيا تتواجد 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 ثم تمارس إجرامها فوق العادة وعلى وجه الخصوص في سوريا رأينا هذا الكلام طيب لذلك اليوم أنه يكون بعض الناس هل نحن مع أمريكا أم نحن مع روسيا هذا كلام ما له معنى أصلا ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى من سننه ورحمة بعباده في موضوع أهل الكتاب بالذات إشقال سبحانه وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة سبق تحدثنا في هذه المسألة أن هذا نوع من الرحمة في البشر تصوروا لو هذا معسكر أهل الكتاب بشكل عام كان يعني متوافق ومتماسك وعلى إجرامهم إجرامهم عبر التاريخ فوق العادة ما بيعرفوا إنسانية ويعني تجدهم أصحاب شعارات لا أكثر في التعامل مع الأمم الأخرى المقصود طيب الآن في الوقت اللي بدأت الولايات المتحدة تنكمش ونفوذها يتراجع بدها تدخل يعني روسيا وتعبئ الفراغ وبطريقة بشعة هي طبعا خرجت من أفغانستان لما كان اسمه الاتحاد السوفيتي لأن الأفغان قاتلوا كتال شرس لمدة طويلة سنين متطاولة حتى في النهاية ينهار الاتحاد السوفيتي أصلا تمام هذه شعوب عندنا الشعوب الإسلامية لا تقبل بالاحتلال لكن إطلاقا ولكن يبدو وجود الجواسيس والنواطير على العروش هي اللي بتجعل الناس يعني ما تتفاعل مع الدعوات لإخراج كل هذه الدول المتسلطة المستعمرة إخراجها من بلاد العرب والمسلمين طيب الآن إذن إذن اللي بيحصل في أوكرانيا هذه فرصة هذه فرصة للشعوب حتى تتقدموا وحتى تخرج من عبائة غرب وشرق هذه هي فرصة وهذا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى إنه المجرمين كيف لما قالوا مثلا لما بيختلفوا اللصوص بتظهر السرقة طيب الآن اختلفوا بين بعضهم في داعي نقعد نقول مين على حق روسيا ولا طبعا أوكرانيا الآن مش هي في الموضوع مش الموضوع أوكرانيا الموضوع روسيا والغرب روسيا والغرب واضح إنه المسألة مش مسألة أوكرانيا ولا هي بقدرات أوكرانيا يعني الأمور كما هي الآن لا هي أوكرانيا هي المكان اللي تم اختياره لوضع حد لروسيا ومحاولة اندفاعها لتملأ الفراغ وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى طيب الآن والله هالشعوب في البلاد العربية والإسلامية اللي بمثل اللي يعني برأسها ناش صالحين تم اختيارهم بإرادة الشعوب هاي ممكن تستفيد على فكرة تستفيد كثير من اللي بيحصل الآن أما طالما الجواسيس والنواطير اللي هم مرتبطين بالاستعمار موجودين هون مشكلة ولذلك سبق أني أشرت أنه طالما هؤلاء أنا لا استثنيتش أحد من أي دولة عربية لا استثنيتش أحد طالما هؤلاء موجودين على العروش الأمي في خطر ولكن يبدو أنه مثل هذه الحرب سيكون لها تداعيات لصالح الشعوب في بلادنا الآن ولكن بعض الناس بحاول ليحلل ويقول أنه راح ندفع الثمن ايش الشعوب العربية والإسلامية هي اللي بنتدفع الثمن هذا غير صحيح هذا غير صحيح وهو نوع من التيئيس كمان أنه ما فيش مجال إلا بأي نوع من الحلول هذا كلام غير مقبول الآن لا هو لصالح الشعوب هذا اللي بيحصل الآن صراع صالح الشعوب ثم في ناس بظن أنه مثل هذه الحرب يعني إحنا بمعزل عنها بحيث ما ما يكونش في إلها ارتدادات عندنا وبالذات فيما يتعلق بإسرائيل إسرائيل واضح إنها اليهود بشكل عام متورطين في موضوع أوكرانيا متورطين في الموضوع وبالتالي إلى أين ستذهب الأمور بالنسبة لإسرائيل اللي فقدت أصلا قيمته عند الغرب من أصله والناس الآن تتناقض في قضية التحليل يعني هل العداء بينها وبين روسيا الآن أصبح حقيقي لأنها تعرفوا أنه كان لهم مشروع اليهود في أوكرانيا طيب في عداء حقيقي مش موضوعي الآن حتى أحلل هذا بحتاج لدرس طويل ما إلو علاقة الآن بموضوع العدد ولكن إذن هذا الخلاصة إحنا هذا اللي بيحصل الأصل أنه يكون يستغل لصالح لصالح الشعوب لأنه إيش لما بدأ يخرج استعمار يأتينا استعمار آخر والعجيب أنه بتجد من أبناء جلدتنا من يؤيد هذا أو هذا يؤيد هذا أو هذا أما ما أتكلم أنا أتكلم عن الشعوب الآن أما سياسات الدول هذا أمور أمور ما تدري أين المصلحة لكن طالما الذي يحكم طالما الذي يحكم يمثل شعبه هذا أكيد بيبحث على المصلحة ولكن اللي متسلطين على 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 رقاب الناس هؤلاء مصلحتهم هما الشخصية طيب بك في هذا يعني كتنبيه حتى لا نتورط في تأييد هذا أو هذا أصلا اللي كتلوا الشعب السوري إحنا بدنا ننسى يعني بتقول لي طب والأمريكان اللي كتلوا الشعب السوري والشعب العراقي طيب إذن إذن بس لما قلت